أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تشمل من بين مستهدفات كثيرة خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي جاء ذلك خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستيليانا جورجيفا على هامش القيمة العالمية للحكومة حيث أشر رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة أيضا في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بدورها قالت جورجيفا أن الصندوق يدعم الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وكذا لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة من محدود الدخل